موسيقى يا مسائق الفل والعظم اليوم سنفعل مع بعض 3 ألواع رز سنفعل طاج الرز المعمر ورز بالشبت ورز بالكراميل أو كما يقولون عليه رز بالخلط أول شيء سنفعلها مع بعض طاج الرز المعمر سنفعله كيف؟ كبهة ونصف من الرز المصري ثلاث معالق سامنا بلدي احنا هنا هنعمل رز معامر حالي فهنديله ملح هنديله معالقة ونصف ملح ونصف معالقة فلفل أسود أهم حاجة بقى وأهم خطوة تدليق الرز بالسمنة والملح هتديله تدليق الرز هيتفق فوقك كده ويديك حنان عايزين نغطي كل حباية رز بالسمنة الرز المعمر اللي احنا بنعمله ده رز معامر حالي عشان كده هنديله ملح هنديله معالقة ونصف ملح ونصف معالقة فلفل أسود هنفضي الرز بتاعنا في الطاجن بعد كده هنديله كوباية ونصف من الحليم ونقلبه كويس ندخل الحليف في المسام لأن الرز هيبقى مكلب شوية من الزبدة والسمنة اللي فيه وهنديله ربع كوباية مرأة وآخر حاجة هنديله شوية اشتبالة دي كده حلوين ما تبخلش أبدا على المعمر بالقشطة هندخل دلوقتي الرز الفرن على درجة حرارة 180 فوق وتحت ونسيبه حوالي 25 ديئة إلى 30 ديئة خلصنا المعمر ودخلنا الفرن يلا نخش بعد كده على الرز المكرمي هنولع النار وننزل بمعلقتين كبار من السكر بتاعنا العادي خلص السكر داب خالص فلو اي كالكاة حصلت فيه ما تقلوش هيدوب مع التقليب هنزل دلوقتي بعود قرفة وحباية اللمون مجفف ومكعبين زبدة ومعلقتين صغيرين من الملح نركز مع الملح عشان لو الشربة بتاعنا اصلا فيها ملح وهنزل عليهم بكوبايتين رز مخصول نقل بقى الرز واول ما يغني هنوطي النار ونغطيه خلص كده اغلي هنوطي النار على أقل حاجة ونغطيه هنعمل بقى دلوقتي رز اللي نغضر رز الشبت بيبقى حلوة قوي 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 تاني مع الأسماك المشوية ويا سلام بقى عليه برضو مع المشويات الفراخ وعليها شوية سماء وبصل يلا شوف بتعمل ازاي؟ هننزل اول حاجة تلات مكعبات زبدة وهم بيسيحوا كده هننزل عليهم بفاص طوم شرايح او فاصين طوم سولاء زي ما انتو تحبوا الطوم لبل شوية خد لهم بس انا مش عايزوا يلون بعد كده هنزل عليهم بكوبايتين ملقة وانزل عليه بحزمة شبت مفهومة واسبهم يغلو مع بعض هندي معلقة الملح بتاعتنا وبعد كده ننزل بكوبايت رز بسمتي دهبي هنديله تقليبة واول ما يغري طبعا انتو عارفين هتعملوا ايه هنوطي نارنا خالص ونغطيه دلوقتي طاجل المعمر خد معنا في فرن بالزبط 40 دقيقة وطلعنا الروز اللي بالشبت والروز اللي بالكرامل يلا نفنش الروز اللي بالكرامل ويبقى كده خلصنا حلقات احنا قبل ما نقلبه ادينا عليه شوية مكسرات وهنرمي حوالي كده شوية مكسرات على الجناب لوز متحمص وشوية زبيب صغيرين يا سلام بلو في شوية كلاوي داني كده محطوط عليه من فوق بيبقى اخر قلاجة خلص خلصنا الروز اتمنى تجربوه وتعرفوني رأيكم في الكومنتات كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم